كيف ممكن أن يتصوروا أو أجسامهم قصير ولا غلطة يا الله نفسي جسمي يكون زيكم كرداشن يا الله ميريام فارز جسمها يخبل شفتي آخر صورة نزلتها كايلة جينير جسمها ولا غلطة لا في ناس كدابة وفي ناس أجسامها من جد كده في ناس تعرف تتصور وفي ناس كله يا حبيبتي عمليات اليوم رح أوضح لكم الفكرة بشكل مرة كبير وأتمنى من جد أنكم تستفيدوا دعوكم معنا لكي نبدأ الحلقة لكن قبل أن نبدأ الحلقة اليوم أريدكم أن تنسوا تشتركوا في قناة مزاج لأنه هناك جوائز مرة كثيرة ومرة حلوة وأحتاج منكم أن تكتبوا لي تحت في التعليقات اسمكم بالكامل وأنت من أي بلد ونبدأ الحلقة ضيفة اليوم هي براء صباغ مدربة رياضة وأخصائية تغذية كيف قد تطلع الصور المشاهير؟ واو هناك الكثير من يعملون عادة الآن سأخبركم الخمس نقطة التي عادة المشاهير يأخذها بعين الاعتبار قبل أن يأخذها صورة حتى يوصلوا للشكل والشكل الذي أكثر شيء يبين لهم جسم حلو أهم شيء يجب أن نعرفه هو أنه لا يوجد جسم لا يوجد غلطة وما يجب أن نجرب أو نطمح أن نصل إلى الجسم المثالي أو الجسم المثالي لذلك أهم شيء يجب أن نعرف أنه كل واحد لديه جسم معين ويجب أن نجرب أن نجد طريقة أن نكون فخورين بالجسم الذي نحن فيه أول شيء هو الضوء الذي يكون هناك واقفين فيه إذا أنت واقفة بشمس والضوء كثير قوي يجب أن كل المشاهير يبرزهم أكثر ويجب أن يبينهم أكثر فدائما المشاهير سينققوا ضوء مباشر على الجسم ويكون أخفف أكثر ويكون أخفف على الجسم وهذا شيء يجب أن يبرز العضلات أكثر أو يخفف من المناطق التي لا يريد أن يفرجها في الصورة الثاني شغلية التي يحدث هي الزاوية التي يأخذ الصورة منها حسناً إذا أخذت صورة لك تتلع مثل بوكس حسناً إذا أخذ الصورة أو الأنجل من تحت مثلاً هون يطول الأجرين يطول مدى الجسم أو حتى مثلاً نحن كل أيتنا نعرف فقط نأخذ السلفي لأبعد السلفي لهيك صحيح كثير أحسن من السلفي التي تتلع هكذا صحيح أنا أحب أخذ السلفي تكون بعيدة الثالث شيء الذي يعملونه هو الثياب الذي ينبسونه كثير هياً أنه الواحد يكون لابس البنطلون الغلط الشورت الغلط التيشورت الغلط العالم على الإنستغرام والمشاهير دائماً يجب أن ينبسون البنطلين قليلاً أعلى صحيح تعمل كفر للمنطقة الجسم التي تحت ويمدون من فوق مثلاً أو دائماً ينبسون شيء بساعدة الرابع الشغلة التي تأثر كثيراً هي الوقفة أو البوز بالصورة فنحن عادة ليلى نحن قاعدين في الحياة العادية نكون مثلاً أو قاعدين ومعادتنا مثلاً ستكون قليلاً مرتاحة ولكن سيأخذ صورة غري ستشد كل شيء والبوز سيكون غيره دائماً يشد المعدة يطول الأجرين بهذه الطريقة والأيدين لحتى تنذي كل هذه الأشياء ويبين الجسم أطول وأشد معظم العالم يكونوا قاعدين على الطاولة ويتغدوا أو يعملوا حيالة شيء ومعظم الأوقات سيكونوا يعدوا بهذه الطريقة ولكن أفضل أن نكون هكذا ولكن حتى لو هكذا الصورة لا تطلع حلوة لحتى تطلع حلوة هناك كثة خطوة يجب أن تعمل منهم أن توقف على الكرسي من هنا طرف الكرسي طرف أبداً ويجب أن تشد دهريك من هنا بهاي الطريقة تعمل الكورف تشد تعفق لورا يعني يبين منحنيات الجسم صح أوكي أوه تشد معتك أكثر ما فيك بالضبط تشدها بهذه الطريقة ويجب أن تجربة الأجرين دائماً يكونوا بأمين معينة يعني أجر لبرا أمين من هنا يعني يكون زي في مدى بين الرجل والرجل الثاني بالضبط ودائما فيك تحطي أديك بمحلات بعينة مثل ما حكينا قبل حتى يبينوا الكورفز أكثر دعونا نأخذ صورة قبل وبعد إذا عم جد عم تاختي صورة طبعاً يلا تفضلي حسناً خمسة وآخر الشغل الذي يعملون بالصور هي ما يعملون بالأيدين لذلك كثير من الأوقات يمكن أن يضعوا أديهم هنا على الخسر لذلك يمكن أن تجد الموضل أو الموضل يضعوا أديهم هنا وهذا يصبح يبين الخسر أصغر أصغر الثاني محل يضعوا هنا هو هنا حسناً لحتى الخسر نعم على منطقة الفخات لحتى يخففوا من الحجم أو إذا عندهم الذهن مركز بهذه المنطقة عادةً يعملونها لحتى يخففوا من هذه المنطقة لحتى يخففوا من هذه المنطقة أكيد هناك شيء مهمة الفوتوشوب الفوتوشوب الآن صارت كثير لحتى العالم يستعملون تعملي كورفز كلياً غير تقيمة نقطة لازم دائماً نتذكر أنه ما ضروري كل شيء نشوفه يكون صح وليس ضروري ليس ضروري كاملة لا يوجد أحد في الدنيا كامل ربنا سبحانه وتعالى ما خلق أي إنسان كامل الكمال لله وحده لازم تعرفوا أنه أقتنعوا بجمالكم أنتم ما كان شكلك؟ دحين جينا على الفارتة اللي أنا صراحة مستنية في الحلقة جبنا لكم كم صورة لأكثر المشاهير في مجال السوشال ميديا اللي كثير دخلت وقرأت أنه بنات نفسهم يكونوا أجسامهم نفس أجسام المشاهير هذه روحانا لو سمحت تعطينا الصور شكراً عندنا أول صورة مايا دياب أنا شايفة صراحة مايا دياب بالحقيقة وبلاقي أن الجسم فعلاً مثل الصورة أكيد لابسي الشي اللي بيناسب الجسم صح؟ وأكيد واقفة بالطريقة صح؟ وهذا الشيء أكيد بيبين أنه هي متناسقة بكل مناطق جسمها أخذت العلامة الكاملة لأنها عارفة كيف تتصور قال لي بعده ويسألني مكانا وين ميريام فارس ميريام فارس الزوايا يؤثروا على كيف ممكن الخسر يبين مثلاً هنا إذا وقفوا ونأخذ خسرنا سيبين الأنجل غير من ما أنه نكون وقفين بهذه الطريقة مصلاً ممكن بسهولة يبين شيء كثير أكبر من ما هو فعلاً فهمنا عليكي أكثر إنسانة صراحة تعطيني موتيفيشن في الحياة يعني مرة حلو قد إيش عمرها برا بفوق الخمسينات أوه لسه بتتمرن ولسه بتنتبه على أكلها الآن الشيء اللي لازم نتذكره هون إنه صح جيلو دائماً بتحط إنه تتمرن بتفرجينها إنه تتمرن بس يلي بدي أقوله هو شو ما كان أنا بلاقي إنه نعرف كل شيء هني عن رد بعمله صح؟ جيجي حديد جيجي حديد بتلاقي إنه جسمه ناعم بس اللي بيبين كثير إنه بالصور الأنجلز والبوزز اللي بتاخدهن كثير بساعده إنه يبينه جسمه بطريقة معي ولسه الجيجي حديد واحدة من أهم الموضلز فأشوف قدي أش هي تتكلم عن أيام صار معاها مشاكل نفسية وصحية وجسدية بسبب إنه عملها كموضل يحرمها بأنها تأكل أشياء كثير مغذية الجسم فأشوف إنه جسمها صراحة حرام ما أحس إنه في نيني ما صحي كل واحد يرتاح بهو أكيد أكيد بس أهم شيء أهم شيء إنه الواحد يكون عم ينتبه على صحته الأشياء اللي عم يأكلها كيم كارداشين أكيد معروف عنا إنه جسمه منه طبيعي بس كيم جداً ذكية لأنها تعرف الزوايض الصح اللي تأخذها علشان جسمه يبان بالطريقة هذه أقول شيء مرة مهم نحنا هنا مو عشان نحدد الحريم كلها اللي نحنا شفناها المشاهير اللي نحن دي حين ورناكم عليها كل اللي نحنا حابين نوصل لكم هو إنه زي ما شفتوا كل إمرأة مميزة بحاجة موجودة فيها يلي أنا حاب يقوله إنه لازم دايما نتذكر إنه يلي عم نشوفه هو ما ضروري يكون حقيقي وإنه يلي نحنا عم نمر فيه هو شي طبيعي ويلي دايماً دايماً لازم نتذكروا إنه نشتغل على حالنا لحتى نحنا نكون منحب حالنا من جوة عن جد لبرة فعملوا الأشياء اللي هي عن جد من جوة تخليكن أنتو تكونوا مبسوطين كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة أنا صراحة مصدومة من الصور اللي شفتها أنا كمان وثانكيو سو موش إنك وريتيني الأشياء هادي وريتيهم الأشياء هادي قبل ما نقول لكم الجملة الشهيرة لا تنسوا تشتركوا في قناة مازاج لأنه يا جماعة في جوايز مرة كتير ومرة مرة 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 حلوة تعليلي كده يا حلوة ثري ثو وان حبي نفسك